أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصفى مدبولي على الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة السياسية لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة مشددا على أن يكون العمل دوريا على مدار الـ 24 ساعة يوميا وقد جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث وجه بتكثيف العمل لسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى المحددة للافتتاحات تنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات وتحقيق إنجاز سريع بها مع تذيل كافة العقبات والتغلب على التحديات هذا وقد كلف رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة عدد الشركات العاملة في العاصمة الإدارية الجديدة ومضاعفة فرق العمل وأن يتم خلال الفترة المقبلة إجراء اختبارات لشبكات الاتصالات واستكمال منظومة التحول الرقمي